اشتركوا في القناة وتزيين قاع البحر بزخارف لن يراها احد الان عرف العلماء ان السبب في هذه الرسومات هو ذكر سمك بفر فيش الذي يرسمه هذه الاشكال الفنية المبهرة ليلفت اليه نظر الاناث سبحانه الذي جعل الجمال في كل شيء حتى في سلوك الاسماك في البحار العميقة من اهم تطبيقات صفات الخلق والابداع احياء عبادة التفكر والتأمل الله سبحانه وتعالى يحثنا على السير في الارض يحثنا على التأمل حتى في كل الكون يقول سبحانه وكأيم يعني يا اكثرها يا ما اكثرها وكأيم من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا ينظروا اليها اصلا يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا روحوا ابحثوا كيف كانت بداية الكون وكيف كانت بداية هذه الارض اذا البحث عن هذه الامور هو امر الهي هو ليس عبث علماء هو امر الهي كيف بدأ الخلق وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول اذا المرء كانت له فكرة يعني فكر ففي كل شيء له عبرة لا بد يأتي بنتيجة لا بد ان يأتي بحكمة بمنهج يسير عليه فكروا فكروا يعني من نفس الاجابة الحديث positive psychology يعطي اهمية كبيرة لقضاء الوقت في احضان الطبيعة لماذا لان يقول له اثر نفسي حميد على النفس وعلى المشاعر لما تذهب انت الى شاطئ البحر وتتأمل في الامواج هذا الجمال الطبيعي يلهم الخيال يشرح الصدور يدعو للبهجة يدعو للتفاؤل يدعو للسعادة للفرح يريح الانسان فلنبحث من جديد عن الجديد باستمرار خصصوا وقتا للتنقل في احضان الطبيعة والتدبر في خلق الله والتأمل في المخلوقات الدقيقة والكبيرة ايضا فهذه فائدة واما فائدة ثانية من فوائد صفتي الخلق والابداع فهي اتقان العمل عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فالذي يقدم تقريرا لمسؤوله وهو يرضى بالحد الادنى من المجهود لا تسلم التقرير الا بعد ان تعيد النظر وتتقن ما في اخطاء وهل ممكن اخرج اخراج افضل و ازين اكثر لا تسلم الا وقد اتقنت و حسنت و اعضفت له كل جديد الناس تذكر الاتقان ولا تذكر الوقت الذي احتاجته لانجاز هذا العمل لكن بدون هذا الوقت وهذا الجهد لا يحدث الاتقان اتقنوا عملكم اجعلوه يليق بان يراه الله سبحانه وتعالى و يراه الرسول صلى الله عليه وسلم فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون فاذا قدم الحل للمشكلة لا تعطي مسؤولك فقط مشكلة قدموا الحلول للمشاكل مديركم ما قام بتعيينكم عشان تذهبوا اليه كل ما يواجهتكم مشكلة و ما هو الحل سيدي ايش هذا و ذاك انا اقول انا اعلم المدراء اقول له اي مدير او موظف يعتيك فقط بمشاكل افصلها انا ما تحتاجها انا ما انا اجيب ناس هم يحملوني و هم يديروني و ليس انا الذي اديرهم فكروا بهذه العقلية اذا ذهبتم اليه قولوا له او لها هناك مشكلة كذا و كذا و انا قد بحثت و اقترح كذا و كذا لحلها و عندها تطلبوا رأيهم افعلوا هذا و راقبوا كيف ستتغير حياتكم العملية امام عينكم لتصبح اكثر اثارة و اكثر عطاء و يصبح من حولكم اكثر اعجابا حتى بكم و تقديرا لكم و سيكون ان كنتم مخلصين لها نتائجها العظيمة في الاخره صفات الخلق و الابداع تجعل حياتنا اكثر من رائعة اتمنى ان نجدد حياتنا بهذه الصفات راقبوا اشتركوا في القناة